هنروح الحقيقة للطيرة ولكن قطاع الانسات او قطاع الناشئات زي ما بيقولوا عندنا صارة طلعت نجمة النادي الاهلي هي مسكة فريق عشر سنين صارة طلعت لها تاريخ كبير جدا مع نادي الاهلي والتدريب وتاريخ يعني لو قعدنا نتكلم فيه يعني محتاجين وقت طويل جدا صارة مسكة فريق عشر سنين كلمنا معاها شفنا رأيات لكن ان شاء الله بنوعد ان شاء الله يكون عندنا لعبات في الفترة اللي جاية على اعلى مستوى طبعا تعرفين كابتن تهاني توصن تولت قطاع الناشئات والحقيقة فيه طفرة كبيرة في القطاع ده دلوقتي انا بتوقع ان شاء الله هخرج لعبات كتيرة جدا للدرجة الاولى طبعا صارة طلعت بالمناسبة من بريكلها مسكة مدرب عام مع الكابتن احمد فتحي المدير الفني الناشئات او للانسات تحت تسعتاشر سنة في منتخب مصر بالبريكلها واكيد من موقعها ده هتفيد جامد الناشئات الزغارين اللي هم عشر سنين كاميرا الابطال سجلت لقاء مع كابتن سارة طلعت شفنا رأيها ايه في القادم ومرايها ايه في المستقبل كرة الطائرة للانسات نشوف التقييد ده ورجع لحضراتك انا بقى لي ثلاث سنين في النادي الاهلي كمدربة وبقى لي حوالي 23 سنة لعبة بقى لي ثلاث سنين بمرة يعني اول ما بدأت التمرين بدأت مسكت فريق ثمان سنين وبعد كده مسكت عشر سنين ومسكت ثلاث سنة عشر سنين كمان تجربة صعبة شوية عايزة تولد بال شوية عايزة عنده صبر شوية انت عارفة سن ده بتدي شوية بتلعبي شوية بتشدي عليه شوية عشان لازم يدكن المهارة صح فلازم تتغطي عليه احسن وتعلمي المهارة كويس انت عارفة دايما ان هم هم صغيرين لما بتيجي تعلميهم خلاص ده اللي هيكبر معيهم فانت لازم تكوني يعني ضغط عليهم شوية عشان خطر يتمرنوا ويبقوا لعيبة جمدين بإذن الله لما يتبروا صعوبات ان العدد زي ما انتي شايفها عدد كبير شوية والنهار ده بالاخص بحاول بقى على الاقل افصل ما بينهم شوية ويعمل التمرين على مرتين بحيث ان انا قدر اوير بكل الولاد الموجودين وعلمهم كويس ده بالنسبة للصعوبات بالنسبة للإيجابيات عارفة انه هو انت بتزرعي فيهم حاجة من هم صغيرين فخلاص انت بتجني معهم بقى لما بيجوا يكبروا فدي حاجة بالنسبة لي انا بحبها كويس او بحبها قوي في البول احنا السنة اللي فاتت كنا بعد ما بنخلص السيزن بنتمرن شهرين تلاتة بقى كيف نبدأ السيزن السنة دي يمكن عشان موضوع كورونا ومش عارف ايه فبقى هنبدأ السيزن نتأخر شوية فده يمكن هو اللي مختلف السنة دي عن السنين اللي فاتت بس بردو بيبقى فيه منافسات ومعنا اندية منفسة ومعنا اندية بتنافس معنا احنا مش ببقى منافسات قوي قد ما بيقى بقى حاجة اسمها مهرجون بس بردو في الاخر الشكل العام لازم تبقى انسي كسبة كل ماتشاتك تعرف ان النادي الاهلي دايما بياخد المركز الاول فاحنا لازم نعلم الولاد وهم صغيرين انهم دايما لازم نكسب كل ماتشاتنا المهرجانات دي بتبقى عبارة عن ان كل فرقة بتلعب ماتش كل اسبوع المفروض انه بيبقى كل جمعة خلاص بنلعب كل ماتش كل اسبوع بتلعبي حوالي 16 او 17 ماتش بيتقسموا على مدار السيزن بنقى بنلعب شوية لحد نص السنة اللي هي اقاس نص السنة وبعد كده بنتوقف شوية وبعد كده بنبدأ تاني بعديها حلمي حياتي ان انا اشوف الولاد دول بيكبروا وعارفة اللي هو تقولي دانا دانا اللعيب ده كان معايا وهو صغير اوي فابوسي كبير ازاي وبقى لعيب كويس اوي واشوفهم كلهم في منتخب مصر يا رب بازن الله ويكونوا بيمثلوا النادي الاهلي في البطولات افرقيا والعرب وكده بازن الله والله يا جماعة مش عشان انا اهلاوي الحقيقة هقولي الكلام ده النادي الاهلي الحقيقة بيقدم اكبر خدمة للرياضة المصرية شوفنا كابتن سارة طلعت بتقول بنعلم البنات ما يقبلوش بالمركز التاني انت عايز ايه في ناشق بتعلمه انه ما يقبلش بالمركز التاني لما تاخده منتخب مصر برضو مش هيبل بالمركز التاني النادي الاهلي بيقدم خدمة كبيرة جدا وبيرب الناشق على اللي تستحقه منتخبات مصر وانا مش بقولي الكلام ده عشان قناة النادي الاهلي والله يا جماعة انا الكلام ده مش مرتبينه لتقارير اللي احنا ملوانا دي مش مترتبها